تفضل الحمد لله منك موجود الحمد لله كنت ناوي ويوزع حلع الموظفين بس قلت لا نواف لازم أول واحد هو يذوق الحلف نفسه حياك أحلى حلع يا نواف ذوق ذوق تفضل طلبك شو مناسبة؟ تزودوا لك راتبك ولا تجابوا لك كرسة جديدة في مكتبك لا 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 هذا ولا هذا ومناسبة النحور رجعت لحبيبها الأصلي وتركت الفيك يعني خلنا نقول رجعت لعاقلها تفضل لا تستحي تكفى خذ والله أنا أشوف أن أنت إنسان ما تستحي نواف تكفى خذ يعني أن تقلت يتطال الحالة وما تجربه حرم عليك خذ خل عندك روح رياضية يا أخي واعترف بالخسارة أنا أتمنى أن يكون عندك ذوق تطلع برا قبل أن أسوي فيك شيء عمرك ما شفته أفا يا نواف جاي لمكتبك الحين وما بتذوق الحالة تبتقعد كذا خسران طول عمرك قتلك أطلع برا قبل أن تشوف شيء عمرك ما شفته لا أنت الظاهر يبيلك عادة تربية من جديد ياريك إيا من القرارات التي تتخذها نقعد مع بعض كعائلة ونتفهم فيها لو سمعت إن شاء الله مرسوا أتعابي مرحلة وينت طاير أستاذ براهيم وأستاذنا وقف مسكين في بعضه قاعدين بيتخنقهم إيش؟ مرحلة تعال تعال شر باحد عنا خلاص طالعني إهدى إهدى إبراهيم أرشي بعي ماني ماشي أرشي بعي تعال اش فيكم؟ أعجون قاعد تاوي شول أدخل شى اللي صار هذا داخل عليه مكتبة تضربة؟ هنب شركة أولا بحربة مصارعة؟ وأكست الرأسة بعد أنا كات منتظر فرصة هذي من زمان ذمتك هذا كلام محامي؟ هذا كلام واحد يحب رجال والعنده كرامة مو مثل ذاك الدلخ والله لو أشوفه قدامي أتمنه هنا بالشركة توجعك؟ ولا نحاس فيها بس أهم شيء أشفت غريلي قسم بالله أنك مجنون مجنون؟ مجنون فيك وبكون مجنون أكثر لو انتظرتك دقيقة واحدة نحن اليوم نملك ترجمة نانسي قنقر